استراد ثلاثة ألاف رأس غنم من رومانيا كأول شحنة من رؤوس الماشية التي تصل إلى الجزائر من أجل حماية ثروة الحيوانية من الذبحة وتمويل السوق الوطنية أمام ارتفاع الطلب عليها خلال شهر رمضان الكريم هذه الشحنة تكفلت باسترادها الشركة الجزائرية للحوم الحمراء الفيار كأول شحنة من رؤوس الأغدام التي تصل إلى رومانيا تقريبا ثلاثة ألاف رأس التي كانت استوضتها إذن نحن يمتلك المنتج المحلي نتعاون كلنا دولة فدرالية مع الموالين والفلاحين هذا لكي يجدوننا الكميات اللازمة لأنه لا يجب أن نضع على المنتج المحلي لكن يجب أن نضع الكميات والشعر هذا وشرع في توزيع رؤوس الغنم على مذبح بوكتب بالبيض مذبح حسي بحبح بالجلفة ومذبح عن مليلة بأم البواقي بكميات متباينة ليتم تسويقها عبر مختلف ولايات الوطن وطنية يبدوا في الضبح نتعهم لكشر الأسعار نتعا للحوم الغنم المحلية التي رأيها لك يعني عندها التفاعة على الأسعار دي لها يعني شعر كبير ومن المنتظر بصور شحونات أخرى من رؤوس الغنم من أجل خفض الأسعار وتحقيق الوفرة في اللحوم الغنم بعد نجاح استقرار أسعار لحوم البقر ترجمة نانسي قنقر هذه عملية بدأت إن شاء الله نبدوها إن شاء الله في إطار في إطار تموين السوق باللحوم الحمراء كما راك تشوفوه بالخرفان بالخروف الخروف مستورد من رومانيا جاتنا كمية إن شاء الله معتبرة لباش نديرو إن شاء الله الريجول في السوق يعني نديروها السومتاء وتكوننا إن شاء الله حطا دونك جبنا لعدنا لحد الساعة لحد الساعة وصلتنا 3.017 بالتدقيق 3.017 الرأس خروف من ذو جودة كما ترونها ما شاء الله الحم مليح صاليبر دونك إن شاء الله هذه رهيجات هنا للمراكب الجهوي راه مراكب يشمل عدة ولايات قام المراكب الجهوي للحوم الحمراء باستقبال أزيد من ثلاثة ألاف رأس غانا من سلالة اللاحمة القادمة من دولة رومانيا موجهة للذبح أذك لإدانتيفكاسيون وبإذن الله عملية الذبح رح تكون تحت الرقابة البطارية ونزود السوق في شهر رمضان شكرا للمشاهدة السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله